بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله تعالى أن يثبتنا على الحق والهدى وأن يزيدنا وإياكم صلاحا وهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين هدى الله به بعد ضلاله وأرشد به بعد غواية فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام هذه كلمة حول العوامل والأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على السبات على الدين الحق نسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على الدين والهدى وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة فأقول وبالله تعالى التوفيق إن من نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا من عباده المسلمين أن هدانا لهذا الدين القويم الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا دينا الدين الذي أكمله الله تعالى بفضله ورحمته الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نحمده تعالى إذ جعلنا من عباده المسلمين ونحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله أن جعلنا من أمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين القويم حتى نلقاه أيها الإخوة الكرام المسلم في هذه الحياة معرض للفتن معرض للمضلات معرض لضلالات الشياطين نسأل الله الكريم أن يعيدنا وإياكم من الشيطان الرجيم مضلات من الناس ومن الشياطين كلها تسعى لإبعاد المسلم عن دينه القويم أو إضعاف الإيمان في قلبه أو إثارة الشبهات والشهوات لديه وخاصة في مثل هذا الوقت الذي نرى فيه أمواج الفتن نرى فيها أمواج الفتن بشتى الوسائل تبعث بشتى الوسائل لإبعاد الناس عن دينهم أو إضعاف الإيمان في قلوبهم نسأل الله الكريم أن يرد أعكيد العداء في نحورهم نعم هناك عوامل كثيرة تثير الفتن والشبهات والشهوات عبر وسائل مختلفة من وسائل الشر سواء عبر القنوات السيئة أو عبر ما يبث في وسائل التواصل هذه نعم أصبحت وسيلة لأهل الشر في بث سمومهم وشرورهم ضد أهل الإسلام وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وبين أنها ستكون وأن العصبة من تلك الفتن بالالتزام بدين الله ومن ذلك ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح بقوله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام بهدروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وفي الأحديث الآخر في معرض تحذيره صلوات الله وسلامه عليه من خطر الفتن وضررها على قلوب المؤمنين وعلى قلوب الناس عامة في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم في صحيحة هذا هو تحذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تعرض على القلوب وشرها وعواقبها وأن القلوب على قلبين قلب أنكرها كلما كلما اعترضت عليه فتنة أنكرها وأبتعد عنها ولم يقبلها بتوفيق الله تعالى إيمانا منه بالله سبحانه وتعالى واعتصاما به سبحانه فينكت به نكتة بيضاء حتى أنه يكون هذا القلب أبيض كالصفاء أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السباوات والأرض أما الآخر الذي يستقبل هذه الفتن كلما جاءت فتنة استقبلها وقبلها حتى يسود هذا القلب ينكت فيه نكتة سوداء هو هكذا حتى يكون أسود مربدا أي أسود كالح السواد كالكوزي مجخيا أي كالكأس المكفي الذي لا يستقبل شيئا الكوز الكأس الذي هو مكفي لو يصب عليه ما يحتفظ بشيء فهذا هو وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا على إذر هذا أصبح المعروف لا يعرفه ولا ينكر منكرا المنكر لديه مقبول نسأل الله السلامة والعافية فلا ينكره إلا ما أشرب من هواه ما يهواه هو الذي يعتبره معروفا عنده ومقبولا ولو كان منكرا نسأل الله السلامة والعافية فالذي يميل إليه ويهواه واشرب قلبه به هو الذي يعتبره معروفا لديه أو منكرا عنده وذلك على ضوء ما امتلأ به القلب من الفتنة نسأل الله السلامة والعافية فأمواج الفتن أيها الإخوة الكرام في هذا العصر خطيرة وكثيرة ومنتشرة ووسائلها متيسرة مع الأسف الشديد لدى الصغار والكبار والذكور والإناث فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن ما العسمة أيها الإخوة الكرام ما العسمة من هذه الفتن ما الحافظ بإذن الله تعالى من هذه الفتن ما العوامل والأسباب التي بموجبها بإذن الله يحفظ الله تعالى العبد من هذه الفتن والضلالات لا شك أن الإنسان معرض للغفلة ومعرض للتقصير ومعرض للإساءة ومعرض للخطأ ولكن عليه أن يسعى إلى حفظ نفسه من هذه الفتن لأن القصور في الإنسان سواء في عبادته أو التقصير في الإبتعاد عن المعاصي كلما ضعف لديه الجانب الأخروي أي الخوف من الله عز وجل فإنه يزداد تقصيرا في الطاعة وإقبالا على المعصية على إثري ما يرى من الفتن نعم ولكن إذا اعتصم بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فإن الله تعالى يحفظه بإذن الله ويثبته على الحق حتى يلقاه إذا نقول ما هي الأسباب المعينة ما هي العوامل المعينة لتحقيق هذه العصمة من الفتن بإذن الله تعالى ولتحقيق الثبات على الدين على الدين الحق القوي هناك أيها الإخوة الكرام عدة عوامل إذا أخذ بها الإنسان والتزم بها فإن الله تعالى بفضله وكرمه يعصمه من هذه الفتن ويحفظه من هذه الفتن وهو سبحانه وتعالى خير الحافظين فأولها تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالمولى جل وعلا أنه هو الله الملك الحق المبين الأول الآخر الظاهر الباطن المتصف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلا جل وعلا الخالق الرازق المبدع المعيد المحي المميت سبحانه وتعالى فعلى الإنسان المسلم أن يحقق هذا الإيمان الإيمان التصديق بأن الله تعالى هو ربه هو الذي خلقه هو الذي رزقه بأن ما به من نعمة فمن الله يؤمن بالله وبأسماء الحسنى وبصفاته العلا سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال جل في علاه وتقدست أسماءه فيحقق الإيمان بالله ويكون قلبه متعلقا بالله الذي هو جل وعلا خير الحافظين من كل شر ومن كل بلاء ومن كل فترة ويؤمن بما أنزل الله من الكتب ويؤمن بملائكته الكرام ويؤمن بأنبيائه ويؤمن بيوم القضاء باليوم الآخر الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين سبحانه وبحمده ويحاسب كلا على عمله ويؤمن بالقضاء والقدر يحقق الإيمان بأن ما حصل له في هذه الدنيا قد قدره الله قد علمه قد كتبه قد قدره وخلقه بمراتب القدر الأربع يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى لا يكون ويعلم أنه لا مشيئة للعبد إلا بعد مشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يحقق هذا الإيمان بإذن الله تعالى فإن الله تعالى سيحفظه بإذن الله ويكون سببا في الحفظ من الفتن قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبين تعالى أن المؤمنين هم الذين يثبتهم تعالى على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت الحق يثبتهم بتحقيقهم للإيمان فحقق أخي الكريم الإيمان الإيمان بالله عز وجل وأبشر بالخير والحفظ والعصمة من هذه الفتن السبب الثاني من الأسباب والعوامل الحافظة بإذن الله تعالى من هذه الفتن الإجتهاد في الأعمال الصالحة بالقيام بالواجبات والمستحب وأيضا الإجتهاد في القيام بالمستحبات ونوافل العبادات واجتناب المحرمات والمكروهات بقدر ما يستطيع المسلم فإن الإنسان بلزوم طاعة الله عز وجل يكون على خير في حياته وفي كل أوقاته لأن همه الآخرة لأن همه الطاعة لأن همه الالتزام بطاعة الله طلبا ورغبة في مرضات الله عز وجل لازما لطاعة الله مجتنبا عما حرم الله فهنيئا لمن كان على هذه الحال فإنه بإذن الله سيكون معصوما من هذه الفتن لأنه لم يعرض نفسه إليها وإنما اشتغل عنها بطاعة المولى سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله أكبر لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما يعظون به أي من لزومي والقيامي من الواجبات والابتعاد عن المحرمات أيضا أيضا السبب الثالث من العوامل الحافظة في إذن الله تعالى من الفتن ملازمة تلاوة كتاب الله عز وجل ملازمة تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل واتعاذ وفهم لهذا القرآن العظيم وما تضمنه من الأوامر والنواهي والمواعظ والقصص والعبر فإن ذلك بإذن الله تعالى سبب بفضله وكرمه لعصمة الإنسان من الفتن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا رحمة وهدى للمؤمنين نسأل الله الكريم أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته هذا القرآن على المسلم أن لا يغفل عنه على المسلم أن يرتب له وردا من يومه وليلته يقرأ فيه ما تيسر من كتاب الله ويحذر كل الحذر من هجر كتاب الله سواء تلاوة أو تدبرا أو اتعاضا أو غير ذلك من الخيرات التي هي من كتاب الله عز وجل يحذر من هجر كتاب الله تعالى فإن ذلك من الحرمان لا بد أن يكون للمسلم حزب في يومه وليلته يقرأ فيه ما تيسر من كتاب الله عز وجل يقرأ فيه ما تيسر من هذا القرآن العظيم الذي هو خير ونور وهدى ورحمة لعباد الله المؤمنين ولكن من المؤسف أيها الإخوة الكرام أننا نجد البعض من المسلمين يمر عليه اليوم وأكثر بل الإسبوع وأكثر بل الشهر وأكثر لا يقرأ من كتاب الله تعالى شيئا وبالمقابل تجده في الإطلاع على محتواه وسيلة التواصل الذي هو هذا الهاتف الجوال تجده يقضي عليه الساعات ولربما يقضي أيضا الساعات أمام هذه الشاشة والله المستعان وأما كتاب الله عز وجل فنجده قد أغفله وتركه بالأيام والليالي فلا إله إلا الله ما أحلم الله إن هذا أيها الإخوة الكرام لمن الحرمان أن يضيع الوقت على المسلم ما قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل فالله الله إخوة الكرام للتعاهد بكتاب الله تعاهدوا هذا القرآن أيها الإخوة الكرام فإنه خير ونور ورفعة كما بيّن ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فالله الله في كتاب الله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يرتقي في ماذا في الدرجات العلى من الجنة نسأل الله الكريم فالله الله أيها الإخوة الكرام في لزوم كتاب الله وتلاوة كتاب الله وتعاهد قراءته في اليوم والليلة بما تيسر رحمن الله وإياكم فإن ذلك خير ونور ولا تشغلنكم هذه الدنيا وما فيها من الملهيات والمغريات وغيرها من المشاغل عن تلاوة ما تيسر من كتاب الله نسأل الله الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك فالتلاوة كتاب الله عز وجل من أسباب الثبات على الحق والعصمة من الفتن قال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لو لا نزل وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتين الله أكبر هذا القرآن العظيم سبب بإذن الله للثبات على الحق والعصمة بإذن الله تعالى من الفتن فالله الله في تعاهد كتاب الله رحمة الله وإياكم السبب الرابع أيها الإخوة الكرام دراسة سير المرسلين والاعتبار والاتعاذ بما مر عليهم من الإذاء مع أقوامهم ومن أقوامهم وصبرهم على تحمل الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل في سبيل تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى فإن دراسة هذه القصص والأخبار عن الرسل وعن وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه فيها من العبر والعظاة ما يكون سببا في زيادة الإيمان والثبات على الحق والعصمة من الفتن لأن المسلم إذا تأمل هذه القصص وهذه السير العطرة وما واجهه أولئك الأنبياء الصابرون الصالحون وما واجهه من أقوامهم من إذا ذكره المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأخبر عنه رسول الهدى صلوات الله وسلام عليه فيما أخبر به من إذا من ذاء القوم لرسلهم ورميهم بهم للحجارة وغيرهم وأن الرسول الكريم وغيرهم من من سبق كانوا يتلقون هذا الأذى بالدعاء لقومهم بقوله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام اللهم اللهم اغفر لذا قومي فإنهم لا يعلمون وقد آذوه وأدموا عقبه عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وصدق الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم نعم أيها الإخوة دراسة سير الأنبياء وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلام عليه هي من الأسباب الأسباب الموجبة في إذن الله للثبات على الحق للثبات على الحق والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله أكبر نعم يبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يقص على نبيه الكريم هذه القصص من أنباء ما قد سبق من الرسل لأجل أن يثبته ولأجل أن يصبره سبحانه يصبر نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام على الدعوة والتحمل في سبيل الله تعالى وفي سبيل هذه الدعوة لما يلقاه من أذى من المشركين والله المستعان فالذي يتأمل هذه السيرة يزداد إيمانا مع إيمانه وتكون سببا بإذن الله لحفظه من الفتن وثباته على الحق بتوفيق الله تعالى السبب السبب الخامس في الموجب بإذن الله تعالى للعصمة من الفتن والثبات على الحق الدعاء التوجه إلى الله تعالى بطلب الثبات على الحق والحفظ والاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإن الدعاء أمره عظيم أيها الإخوة الكرام الدعاء أمره عظيم لمن وفقه الله تعالى لحضور القلب حال دعائه لله جل وعلا الدعاء الدعاء هو العبادة الدعاء خير وبركة الدعاء أمره عظيم أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري وما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فهنيئا والله لمن تعلق بالله وتوجه إلى الله في جميع أحواله ودعاه امتثالا لأمر الله عز وجل القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم الدعاء أيها الإخوة الكرام من أسباب الحفظ من الفتن ومن أسباب الثبات على الحق بإذن الله تعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم السهل الحسنة فقد كان يكثر من الدعاء بطلب الثبات على الحق قال فقد كان يكثر من الدعاء صلوات الله وسلام عليه بطلب الثبات على الحق فعن أنسي رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء رواه أحمد والترمذي عن أنسي رضي الله عنه وفي حديث أمي سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين نحوه وزيادة فقلت يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها لنفسي قال قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني الزيادة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها لنفسي قال صلوات الله وسلامه عليه قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني رواه الإمام أحمد في مسنده فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء أن يكثر من الدعاء بالثبات على الحق قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحى هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران عظيمة على المسلم أن يلزم الدعاء بها فإن الدعاء بها خير وبركة طلب للثبات وبدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يا مقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله أكبر نسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى ففي ففي امتثال أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء وباتباع هده صلوات الله وسلام عليه وبالامتثال لأمر الله تعالى قبل ذلك بدعائه سبحانه بشتى ما يتطلع إليه المسلم في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة وأجل ما يدعو به أن يسأل الله تعالى الثبات على الحق حتى يكون من الفائزين بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختدر هذه أيها الإخوة الكرام بعض الأسباب المعينة في إذن الله تعالى على العصمة من الفتن والثبات على الحق في مثل هذه الأوقات التي عمت بأمواج الفتن وإلى الله المشتكى فوصية لإخوان الكرام وصية أن يأخذوا بهذه الأسباب المباركة ليحفظهم المولى ويحفظنا جميعا من هذه الفتن ومن مضلاتها ما ظهر منها وما بطن فاخذوا بهذه الأسباب واستعينوا بالله وادعوا الله عز وجل وكونوا ممن لزم كتاب الله عز وجل وآمن بالله سبحانه وتأمل سير الصالحين وسير النبيين المرسلين وسير الصالحين نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يكرمنا جميعا ووالدينا ووالديكم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله الثبات على الحق حتى رقائه نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم أجمعين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته